طلاب الصف العاشر يعطيكم العافية. وبلشنا معاكم بحصة جديدة بعد ما شرحنا لكم قواعد الفي كلوز. يا جماعة الخير اهلا وسهلا فيكم بالحصة الجديدة. طبعا قبل ما نبلش بالحصة اه هدول جماعتي واصحابي اه دي روبالك واضه البطريخ صاحبي واضه الدب دوب صاحبي. يعني بين القطعة شو بدها اليوم. اه بنجيب سريط هدول الجوز اللي وراي اللي قاعدين متخفيين. المهم. طيب ان نوصلكها بشكل اه سريع انه رح نشتغل المادة ونصورها كامل على كتاب المدرسة. واحنا اتفقنا انه رح يكون فيه اوراق عمل في نهاية كل وحدة. فانت كطالب لازم تبعتلي على الواتس اوب. استاذ مرحبا ضيفنا على الجروبات. عساس انه لم يصير فيه اوراق عمل او حصص بتنزل. دوري نخبركم انه هاي التفاصيل شو ما لها موجودة. اي ايش انت بدك ياه موجود في بالفيديو. مطلوب انك تعمل وتحكي للكل. وتترك لك تعليق جميل ان شاء الله بتكون امور كويسة. وبالنسبة للطلاب اللي ضعاف بالانجليزي حكينا فيه عشر حصص تأسيسيات. كل يوم جمعة بنزل منهم حصة. تمام اه بيمكانك تحصل على بطاقة او بتحضرهم على قناة على يوتيوب. ما عندي مشكلة. المهم انك تسير تحب مادة الانجليزية كبيرة. تمام? ضي. اللي قدامكم اول قطعة معنا. احنا طبعا هاي القطعة قبل ما نبلش فيها في كلمات لازم ندرسها ونعرف شو قصتها. بس واضح انه القطعة بدا تحكي عن البيرز عن اللي هو الدببة بسموهم اه البيرز والبينجونز. شو معنا بينجونز اللي هو اياش البطاريق. طيب. العنوان بتاع الوحدة اللي هو اكسبلورينج وايد لايف اللي هو اكتشاف او استكشاف الحياة البرية. القواعد اللي اشتغلناها بهاي الوحدة اللي هو النوع الثاني بالافي كلوز. جميل جدا. وانتو بتعرف انه مش كل تمرين انا بمشي فيه زي ما هو مرتب بالكتاب. لا. انا فيه تمرين بتخص القطع والمعاني بشتغلها بنفس الحصة. فيه تمرين بتخص القواعد. فيه تمرين بتخص الكتاب. يعني زي ما تقوله ثلاث انواع من التصويرات اللي انا شغال فيها. تمام. طبعا هون بقولي. before you begin. look at the photographs. what do you think? help these animals live in the polar regions. بسألك شو اللي بساعد هدولا الحيوانات اللي فوق. اه اللي هو البطريق والدبدوب اللي فوق. اه دبدوب. حلوة هاي دبدوب. يا انه يعيش في المناطق القطبية. يعني القطعة راح تشرح لك ايش اللي بساعدهم. انه يعيشوا في مناطق فروزن. اما يعني مناطق متجمد ازا ما بيحكوا. تمام. ايه كويس. طبعا هذا السؤال او اجابته راح نعرفه من خلال القطعة. ماشي. which of these words refer to an animal. حيعطينا مجموعة من الكلمات هون. فبقولك اي واحد من هاي الكلمات تعود الى واحد من هدول الحيوانات اللي حكنا عنهم. اه بعيدا عنكو طبعا. اه اوكي. check the meaning of any words you don't know in the activity book. a glossary or in the dictionary. يعني من معناه هاي الكلمات هسا راح نشوفش قصتها ونشتغل عليها. تعال نشوف هدول الكلمات بشكل سريع. طي. بدي منك هسا تكتب معاي معاني الكلمات. اول كلمة عندنا كلمة سنو ستورم اللي هو بسموها. اكتب عندك سنو ستورم. اللي هو العاصفة. العاصفة. تمام? الثلجية. العاصفة ايه هاش? الثلجية. اكتب عندك عاصفة ثلجية. احنا بنعتمد مبدأ الترجمة. من باب انه نفهم القطعة. ونحللها. ونفهم معانيها. وتكون امور جميلة جدا. طي. انه كلمة ايسبرغ. اللي هو بسموه الجبل الجليد. جبل من الجليد. او الجبل المتجمد. يعني جبل من التلج. جبل وابو جبل وزهيك. اها. تمام. اللي هي بسموها رحلة بالقارب. رحلة بالقارب. يلا. الحياة البرية. الحياة البرية. حياة برية. لحياة الحيوانات اللي مش مدربة. اللي فعلت بالمناطق هاي بغض النظر صحراوية ثلجية بغض النظر. تمام. انه كلمة معناها فقمة. بتعرف الفقمة صح? اوه. بتعرفوا كيف شكل الفقمة. اليوم رح نتعرف على شكلها. اذا ما بتعرفوها. طيب. كلمة باطن. القدم. كويس. كمل معي. الى بعدها كلمة من كلمة انف. اللي هي بسموها فتحة فتحة الانف. فتحة الانف. فتحة الانف. سبيجي طالب. بقول لجي استاد حس الكلمات ملهاش دخل بالقطعة. بقول لها كمبلا. رح تكتشف انه هاي الشغلات اللي بنحكي عنها هي اللي بتساعدها. دقول لها الانيمال زي يشوف المناطق القطبية. طيب. بولر معناها قطبي. هاي تعتبر صفة بولر معناها اياش قطبي. تمام. ايس فلوف. اللي هو بسموه الجليد. تمام. الجليد الطافي. كيف يعني طافي؟ مش انه طافي يعني انا اسان. لا. المهم طافي يعني يطفو على سطح البحر او سطح المياه. تمام. اذا باجي بقول له الجليد الطافي او الذي يطفو بغض النظر انتم فهمتوا الفكرة. و وبد وبد. شو معنى وبد؟ معناها غشاء. هذا الغشاء بيكون موجود بين الاصابع. كيف لما بتشوف انت العصفور مثلا او الطائر. اه بتلاقي مثلا او الجاجة اذا عمرك شفت الجاجة. شو دخل الجاجة؟ المهم الجاجة بس طلع على اقدامها بتحس فيه غشاء بين الاصابع. يعني بين الاصابع هدول فيه غشاء هيك ماسك هدول الاصابع. بساعدها كثير في موضوع في موضوع السباحة. يعني بسموها باللغة الفصحة مكفف. مكفف. اه هيك بسموها. المهم. هذا غشاء بين الاصابع. اكتب عندها غشاء بين الاصابع بشكل عام. يعني هاي الكلمات هاس احنا تعرفنا عليها بالعربي. وراح نشوفها بالنص ونتعامل معها. وراح نتعامل معها فيه تمرين يعني بعد هالقطع كمان بنفس الفيديو ان شاء الله. راح نتعرف هاي الكلمات بشكل ايش اكثر? وبشكل متوسع باذن الله تعالى. اذا هاي الكلمات بشكل سريع. اه نعيد الفيلم مع بعض. سنو ستورم عاصفة ثلجية. ايسبرغ جبل من الجليد. تمام? بوت ترب رحلة بالقارب. تمام? وايد لايف حياة برية. والسيل فقمة. اللي هو الحيوان الفقمة. وسول باطن القدم. ونوسترل فطحة الانف. وبولر قطبي. وايس فلو اللي هو بسموه الجليد الطافي الذي يطفو على المياه. ووبد معناها غشاء بين الاصابع. تمام? تمام. بس مش هونه موضوعنا. احنا ما نسويها السبع ما تعرفنا هاي الكلمات اكيد راح نلاقيها بالقطع. فدائما لما تدرس المعاني قبل ما تدرس القطع بتكون جدا مرتاح في موضوع القطع. طيب. كتير طلاب بقول لي يا سيد انا بعاني بالقطع. انا بقول لك اللي اش بتعاني بالقطع. انت بتفكر القطع راح احفظها. لا. اي قطع بتدرسها بالحياة. انت بدك تركز على المين ايدياز. الافكار الرئيسية. بدك تركز الضمائر على ماذا تعود. بدك تركز على الكلمات اللي هي مركزة عليها المادية بشكل عام اللي احنا بنحددها و بنشتغل عليها. ومن ثم من نتعامل مع السؤال. طيب اصد انا ما بفهم السؤال شو بده. حلو. يعني قلتلكم للطلاب الضعفاء جدا في موضوع الانجليزي راح يكون في حصص تأسيسية من علم الطلاب كيف تعامل مع القواعد مع القطع مع الافعال مع كده. راح نعلمكو هناك اذا كان عندك مشكلة بسيغتي السؤال. بس ومع ذلك واحنا شغالين في المادة هون ما راح نقصر معك. نقول بسم الله ونبلش بالقطع يعني نبلش الحصة جد زي ما بيحكوا. طيب. بقول لك. اللي هو البطاريق والدببة القطبية. بولر معناها قطبي. بير الدببة. اه. البطاريق. طيب. اسأل حلق سؤال بتعرف عنهم اشي? بيجي واحد بقول لي اه استاذ هادا دبدوب بشتريه من محل الهدايا. لا مش هادا الدبدوب بلناش فيه تمام? اه والبطاريق هادا البطاريق يعني نفسنا نشوف واحد بس فيه على الكرتون بنحضر بغض النظر. تعال نفهم شو قصتهم. يلا. اسم قطعتنا بولر بيرز الدببة القطبية والبطاريق. نقول بسم الله ونبلش. هسو انا بشتغل في هاي القطعة اه احنا راح نحدد او نترجم الكلمات المهم. والكلمات العادية يعني انا بترجمها وانت اكتب معي. طيب. خلينا نكبر القطعة زي هيك. ونفهمها بشكل جيد. ماشي. بقول لي not many people. بقول لك ليس الكثير من الناس. have the chance. لديهم the chance. شو مانا chance؟ لديهم الفرصة. تمام? the chance. الفرصة. to visit لزيارة. to visit لزيارة. اوكي. the north and south poles. اوكي. poles. هسنا ما قل لك south and north. ركز معي. north يعني شمال. south معناها جنوب. شمال جنوب. شمال جنوب. طيب شهم الشمال والجنوب؟ باجي بقول له poles معناها الاقطاب. يعني القطب الشمالي والقطب الجنوبي. اذا انا باجي بحكي القطب. poles معناها الاقطاب او القطب. الجنوبي. مش كل الناس بتروح بتزور القطب الجنوبي والقطب ايش الشمالي. يعني احنا يعني على مستوى في الاردن على البطرة مش عايفين نزورها. فبنروح الاقطاب مصيبة. صح فبقول لك ليس الكثير من الناس. منطق. طيب. however however if you had the opportunity. هون راح تلاحظ انه في هاي القطعة استخدم ال if closed type 2. الوافية التصريف الثاني. if you had. اه يعني بيحكي عن اشي in the past. لو انه عملنا. لو انه نسوينا. تمام. if you had the opportunity لو كان لديك opportunity. شمعنا opportunity معناها الفرصة. لو عطيناك فرصة. يعني هناك كلمة chance opportunity زي بعض. طيب. to visit لزيارة the poles. عشان انت تزور هذه الاقطاب. قلنا لك تعال. بدنا الربحك هدية لانك بتحضر مع حصة سيد محمد. بنوديك على القطب الجنوب بتلعب مع البطاريق مثلا. عطيناك opportunity. شمعنا opportunity الفرصة. يلا they. بدنا نعرف هاي they عمين بتقود. طبعا نشوفه ضمير اليو هنا دائما هو بحكي معك. انت الريدر. شمان الريدر القارئ. اللي حاب يعرف اليو لمين. بس انا بهم نهاية الضماء. يلا. they would appear similar. سيبدو. هدول الاشياء اللي بحكي عنها. هذا ضمير جمع. ديروا بالك. appear يظهر. appear معناها ايش. يظهر. similar. both are places. انه هدول التنتين اللي انا بحكي عنهم. places. اماكن. of extreme cold. من البرد الشديد. يعني راح تلاحظ انهم متشابهين. اللي هو الشمالي والجنوب بتشابهوا انهم cold. مش بس cold و extreme بشكل شديد. اذا هناك هاي المناطق باردي بشكل شديد جدا. طب ايش هم اللي باردات بشكل يعني خلني احكي آآ برد شديد جدا. باجي بقول له هاضو الضمير اللي انت قصدك عنه بيّن معاي بالقراءة. انت بتحكي عن اللي هو north and south poles. الاقطاب الشمالية والجنوبية. هاضو اللي انا فهمتو. they would appear. سيبدو. similar. متشابهات. both كلاهما. are places. هدول التنتين اماكن. extreme cold. البرد فيهم شديد جدا جدا. هاضو الاشي السيميلر. شو مانا السيميلر؟ يعني فيه تشابه. شو مانا السيميلر؟ يعني فيه تشابه. كويس. لحد الآن اللي احنا استوعبنا انه هو عم بجيب سيرة القطب الشمالي والقطب الجنوبي. طيب. الدب وين بايش? البطريق وين بايش? بالشمالي بالجنوبي. هاضو اللي من نفهمه بقطعة اليوم. هاي هي مبدأ قطعتكو. طيب. تملوا معي. بعدين بيقول لي هون. if you went there. إذا ذهبت هناك. هتلاحظ انه هون مغمق كلمة. ضمير. pronoun. طيب. there هناك. هاضو ضمير مكان. إذا رحنا هناك. وين هناك. يلا بيّنت. إذا بدنا نروح. انا وياكو. على الأقطاب الجنوبية والشمالية. آه. there. اذا ندير بالك. هاي there هناك. إذا رحنا هناك. طيب. متى ايب من نروح يا أستاذ. in winter في فصل الشتاء. إذا احنا رحنا في فصل الشتاء. إذا بهمنا انك تقرأ القطع وتفهم شو بتحكي وشو بتسولف وشو كده. بعدين بنتفهم مع اسئلتها. دائما لا تتعمل مع القطع انه في اسئلة مش راح بجيوب. لا لا. افهمها. استوعبها. ما قدي لطيفي. زي كأنك بتقرأ لك بمقالب مجلب. تحضر لك ريل معين. استمتع في هالمادي. دروسها باستمتاع. تمام. بقول لك you would probably. بالأغلب. probably معناها بالأغلب. تمام? probably معناها باياش? بالأغلب. experience راح تمر بتجربة. إذا انت روحت هناك experience. راح تجرب وتمر في تجربة. of a severe snow storms. عواصف راح تمر في عواصف. عواصف. تمام؟ ثلجية. عواصف. ثلجية سفير قاسية. قاسية جدا. يعني هاي المناطق بس تروح عليها. الجو مش زي ما انت ما تخيل الجو عادي. لا لا. هناك راح يكون في عواصف ثلجية. والجو بخوف هناك. طب صدت خلاص ما زال الجو بخوف. ليش اروح هناك؟ لا مهود يفهمك. إذا انت حبيت تروح. من جماعة المغامرات يعني وكذا وهيك والتحديات. رحت هناك راح يتعاني من العواصف الثلجية القاسية. يعني الطقس هناك مش سهل. الطقس شماله مش سهل. يلا كمل. كلاهم اللي هو القطب الشمالي هو القطب الجنوبي. بالرغم من انه فيها عواصف وبتخوف ولكن. الجمال هناك. الجمال. جمال المنطقة. تمام؟ جمال المنطقة. تمام؟ شيء مذهل. يعني هناك يعني زي ما تقول المنظر حلو. جميل جدا بغض نظر عواصف الثلجية ولكن الجو جميل جدا. اوك ماشي. إذا قررنا نروح هناك. في اشي اللي يشجعك تروح انه فيها جمالية. تمام؟ والذير فروزن لاند اسكيبز في الاراضي او المساحات. تمام؟ في الاراضي الفروزن المجمدة. يعني دروحت هناك حتلاقي الاراضي كلها مجمدة. حياة مجمدة. الحياة برد. برد شديد. ولكن فيها جمالية وفي سنو من الثلج. تمام؟ عواصف الثلجية وفيها جليد وفيها ثلج وكذا. واراضي مجمدة. مجمدة. كيف لما تخش على التلاجي تفتح الفريزر وتقع الجوة. هاي هي الخطب الشمالي والجنوبي. خلاص. كمل معي. بقول لك. آه جماعة المغامرات. قل لك إذا انت قررت. ذهبت. يلا شو تصريف وينت. غو وينت. غون. تمام. اذا انت قررت الذهاب او ذهبت. لو انك ذهبت هيك بقول لك. اوكي. مغامرة لو انت حبيت تروح على مغامرة خاصة. طلع لك عرض من شركة دلس. تعال يا عمي. من انطلعك مغامرة على الشمالي والجنوبي. احساب. ناكل شارب نايم. يا سلام. مغامرة. آه والله بطلع. وفي هاي المغامرة راح نطلعك في بوتي ترب اللي هو برحلة قارب. راح نطلعك في قارب. وهذا القارب بمشي في هال. في هال مي المجمد والاراضي المجمد والكده الى اخره. وين يو فيزيتت لما بتزورها. طيب. يو ود بي ابل. ستكون لديك الابل. القدرة. يو ود بي ابل. ستكون لديك القدرة. توبزيرف لمراقبة. توبزيرف. شو ما نوبزيرف مراقبة. يعني وانت ماشي في هالقارب وباسبح وماشي هالقارب وكده وزي هيك. حتشوف. حتشاهد. الحياة. راح تشوف هناك حياة برية يونيك فريدة. فريدة من نوعها. يعني اول مرة بتشوف هذا المنظر انت مش متعود عليه في اي مكان في العالم. طيب. ماشي. من هذه الاماكن. طيب. هسا هون زي ما تقول. طلعنا رحلة وعملنا مغامرة وكده. طب ايش الحيوانات اللي راح نشوفها. سواء رحنا عالجنوبي رحنا عالشمالية. يلا هون تتبلش القطاع. هون تبلش الحماس تاع حيط. بيقول لك لايك. اول حيوان راح نجيب سيرته رقم واحد. بولر بيرز. اللي بسموها الدببة. تمام. القطبية. هاد الدبدوب اللي بتلاقيه لونه ابيضة. هاد مش كائن لطيف. كائن عنيف. دير بالك. عنيف عنيف. اه. فيش مجال. هسا ما نشوف شو قصته. وبينجونز راح نشوف بطريق. راح تشوف. وانت ماشي به القارب بطريق. راح تلاقي دببة. راح تلاقي بطريق. يا سلام. وانسيلز والفقمات. الفقمات. جمع فقمة. فقمات. راح تلاقي الفقمة. اللي هو بسموك انه نمر البحر. اسد البحر. بغض النظر. يوود بي انلكلي. اذا انت من جماعة. اللي ملكش حظ بالدنيا زي ما بيحكوا. بيحكي لك. يوود بي انلكلي. غير محظوظ. غير محظوظ. انت لست محظوظا. محظوظ. اه. اذا ما شفت اي فقمة. اذا ما لقيت اي فقمة. هناك فانت ملكش حظ. طبعا الفقمة يعني زي ما تقوله حيوان نادر لطلقته. يعني البطريق ممكن تلاقيه قاعد بنطنت وبلعب وكده وهدب هدب هده قاعد عجزيرة عحاله. اما الفقمة هاي زي ما تقوله متخبي دايما. متخبي الى مين. متخبي الى البطريق. متخبي الى الكده. يعني حافلي هناك. تمام. المهم. كويس. فاذا انت من جماعة الملكش حظ وما شفتها. يعني انت انلكلي غير محظوظ. طيب. زي ما تقوله الفقرة الاولى كامل. عرفتلي انه الاقطاب الشمالية والجنوبية باردة جدا. هذا اللي احنا استوعبناه انا وياكم من كل هذا الحكي اللي حكيناه. تمام. وانه هناك راح نلاقي ثلاث انواع من الانيمالز. الضب القطبي. البنجوينز البطاريق والسيلز والفقمة. يعني هدولا رقم ثلاث. هدولا الثلاث شغلات اللي راح نلاقيهم هناك اذا طلعنا في بوتي ترب في رحله وادفينشر في مغامرة. مظبوط مظبوط ياسر. كم. نيجي هسا نعرف مين اللي عايش بالشمالي. مين اللي عايش بالجنوبي. نعرف مين اللي عايش هناك ومين عايش هناك وهذا كيف عايش وهذا شو اللي بيساعده. يعني تعني نتعرف على هدول الانيمالز. اوكي. خلينا نبلش بالحيوان الاول. نسميه ايه خلنا نحكيه. تمام. اول واحد. يلا. اللي هو الدب القطبي. الدب اي عايش القطبي. ما له هذا الدب. هو عايش في البرد. عايش في السنو في الثلج. تمام. ارتك. معناها اكتب عندك هون. معناها القطب. تمام. عايش هذا اخونا بالله. ان the Arctic في القطب اي عايش الشمالي. اذا المين اللي عايش في القطب الشمالي. الدب. اذا المنطقيا مين عايش في في القطب الجنوبي البطاريق. هذا الي راح نفهمه. كل واحد عايش في مكان. اكويس. Land في هذه الاراضي الاراضي الاقطاع اللي هو القطب اللي هو الشمالي. احنا سمناهم. تمام. في القطب الشمالي. بس يعني بدو اوصل لك يا القطب الشمالي. احنا عارفين انه في قطب شمالي في قطب جنوبي. ولكن القطب الشمالي لقبه تمام؟ طيب كمل معي. هس هو نبدو يحكي لك عن خصائص هذا الدب. خلينا نغير اللون هيك نستخدم لون آخر. هذا الدب. شو اللي مساعده على انه يعيش في هديك المنطقة. ما فيه انه سؤال قبل القطع بقولك شو اللي ساعدهم يعيش في هديك المنطقة. تعالوا نشوف. يعني شو اللي بيخلي حيوان يعيش في هذا البرد الشديد اللي احنا ما بنقدر نتحمله. يلا تعالوا نشوف. من مميزاته. ات. هس دير بالك. انت بتعرف انه في الانجليزي. الات بتعود على جماد. طب الحيوان شو منعهم يا جماعة الخير. كمان الحيوان منعهم. جماد لانه مش بنيادم هو غير عاقل. هاضي شيء غير عاقل فمنعطيه ضمير الات. فهاي الات الموجودة هون والات الموجودة هون والات الموجودة هون. هادولا الاتات. الاتات حلوة هاي الاتات. عمين بتعود يلا على دابولر بير. اذا سألك الاستاذ في المدرسة في الامتحان عمين بتعود هاي الات؟ عضع تضب بالقطب. طيب كمل معي. ب يقول لك إتحاز الثك لير هو يملك ثك لير طبقة اكتب على لير معناها طبقة لير معناها طبقة ثك سميكة طبقة سميكة أفات من الدهون اوه إذا اللي مساعده في البرد إنه عنده دهوني كثير يا أنا مش مخلي وجبة إلا ما كيلها يا جماد خير حلو أندرنيث تحت تحت إيش يا أستاذ تحت الجلد تاعه في عنده طبق الدهون كبير جدا كويس يعني إذا شلحناها هاي الطبقة اللي بتلاقوه هيك أما أسمى زلقة الشاطة المهم تمام تعمل معي وهذا اللي بيخليها دافئة اللي بيخلي هاي الدببة في هذا الطقس الشديد جدا إنه دافئ بعرفش إذا عمركم أحضرته الأفلام الروسية لما يذبحوا دب عسابين ميدال ويأخذوا الفروة تأيته هاي بتلاقيه بإيش بالثلج جماعة الأسكيم وهدولا أبضلهم عايشين بالثلج بالفروة تاع الدب هاي لأنه فيه نسبة يعني شيء بمنع البرد اللي بفوت عليه تمام كمل غير هاي رقم واحد اللي حكينا عنها اللي هي طبقة سميكة من الدهون فيه شغل ثاني بتساعده it has also a thick layer عنده طبقة thick layer طبقة سميكة thick تمام offer من الفرو الفرو يعني الفرو آه يعني جلده عليه فرو طبقة سميكة من الفرو يعني غير دهون عنده فرو طبقة سميكة all over its body في كل الجسد تاع الدب إذن إحنا شغلتين استوعبناها إنه عنده طبقة سميكة من الدهون وعنده طبقة سميكة من الفرو شغلتين بتساعده إنه إيش فيه هذا الجو البارد الشديد جدا كويس لسه ما أخلص الدب دوب أخونا بالله تعال يا دب دوب نفهم عليك أكثر دب دوب حلو هاي دب دوب هو شرس وإحنا مقوله دب دوب آه يعني بتلاقي مثلا في المناسبات والاحتفالات خلنا نسميهم هاي عيد الأم وفي عياد الميلاد بيجيب دب دوب إذنما أنت لما تشوف دب دوب على أرض الواقع اقري آه ظلك مشلف ظلك جاعد موجود يلا إنوه هذا بقولك الدب includes the soles of its feet ركز معي هنا بقولك include في باطن هايها soles في باطن of its feet أقدام في أقدام هذا الدب زي ما تقول آه including يعني زي ما تقول حتى في باطن أقدام الدب في فرو بحسلام وهذا الإشي allows which وهذا الشيء allows it بسمح بسمح it لهذا الدب يسمح allows يسمح للدب تمام to swim in the coldest seas بسمح له إنو يسبح تمام in the cold seas في البحار في البحار الباردة الباردة without feeling cold بدون الشعور في البرد without feeling بدون الشعور بدون without بدون feeling الشعور في هذا البرد إذن إيش اللي بيساعده يا جماعة إنو يسبح وما يشعر في البرد يلا باجي بقول له which شو عايش بتعود ال which اللي هو the souls of its feet اللي هي خلنا باطن الأقدام اللي فيه الفرو هاد بسمح له إنو يسبح في البحار الباردة بدون مشعر يعني زي ما تقوله مغلف هاد الدب مغلف من كل الاتجاهات ما بدي يسبح في المي فرجلي راح يبرده أوكي جسمه كله فرو طب ورجلي آه فيها فرو باطن القدم فهمتو كيف مية في المية أوكي كاملوا معي بعدين بقولك بنيث دفر بنيث تحت أو يعني تحت أسفل أوكي دفر اللي هي هاي الفرو الفرو تمام أو هاد الفرو the skin is black الجلد تاع هاد الدب راح تتفاجأ بهاي المعلومة is black لونه أسود يعني اذا بتشيل الفرو بتجيب هاد دب تعال شيل هالفرو اللي عليه بتلاقي جلده لونه أسود بتلاقي لونه إيه أسود تمام وهاد السوادي الموجود عنده بنيث تحت الفرو تمام بنيث لو تحت الفرو the skin is black so absorb الهدف من هاد الشيء absorb اللي هو امتصاص. هذا الجلد الاسود الموجود. الهدف منه امتصاص ذهيت الحرارة. بامتص ايش الحرارة. هذا الجلد الاسود بامتص ايش الحرارة بشكل عام. طيب بعدين بقول لك بولر بيرز او اكسلنت سومرز. غير انه عنده كل هاي الخصائص. هذا الدب هو اكسلنت سومرز هم سباحين او سباح سباحين اكسلنت ممتازين. هادولا الديبابا سباحين ممتازين. يعني فنان. يعني معه بطولي في السباحة. يعني سلام. كويس. اذا الجلد الاسود بامتص حرارة الشمس عشان يحافظ على يعني زي ما تقول. الجلد بمنع البرد. هاد الجلد الاسود بامتص الحرارة. فبيحافظ انه يكون جوه دافي. وبر البرد هاده اما منوع يفوت. اه خلص استوعبنا الفكرة. كامل. وبقول له غير هيك وهو بسبح طبعه في عنده انفه. ممكن يدخل منه مي بارد كده. فممكن يموت هاده الدوب. صح؟ طلع شوه سبحان الله كيف دائما يقول سبحان الله كل مخلوق ربنا خلكه. اه اعطاه خصائص يتكيف مع هاي المنطق. طلع شو بيقول له. دير نوسترلز. نوسترلز اللي بيسموها فتحة الانف. فتحات الانف اللي موجودة عند. هادولا الدبابة. اوكي. كان كلوز بتسكر اول ما ينطط راس هيك. اه ينطط راس في البحر. ولا بتسكر الفتحات الانف. كلوز يتم اغلاقها. فورا بتعمل عملية اغلاق. so they can swim بامكانه السباحة. هادولا الدبابة. اذا لاحظتوا كل الضمائر الات والذي بتعود عالميا على البيارز. اندرووتر تحت الماء. بامكانه يسبح تحت الماء. تمام? المتجمد. ايوة. between the ice flows اللي هو and between. وبين the ice flows اللي هو الجليد. تمام? flows الطافي على سطح المياه. ايه زي ما تقول بنزل تحت هالجليد وبمشي جمه بنط في المي وبطلع من المي وبطلع بقعد بتشمس فوق الجليد. اه ما اخد روحت ولا واحد مقرب عليه. ملك في المملكة تعيت وما شاء الله عليه. تلوك. اه هو ليش بعمل زي هيك? تلوك للبحث. اه تعني شوف شو اكله هاده اخونا بالله. فور سيلز للفقمات. اذا الدب اخونا بالله شو غداوه فطوره عشاء بدور عفقمة. فهو بتخبالهم بقعدلهم بتحت افوق هذا عشان يجيب هاي الفقمة. دير فيفوريت فود وهذا يعتبر اللي هو الطعام الفيفوريت. شو مانا فيفوريت? الطعام المفضل. اذا الاستوعبنا هيك نعيد الفيلم مع بعض عشان احنا ما نضيع الفكرة. الاستوعبنا انه هذا الضب القطبي. تمام? هو عايش في المناطق الباردة في القطب الشمالي. The Arctic. اوكي. in the North Pole. وعنده حكينا thick layer طبقة من الفات. شو مانا فات? الدهون. وعنده thick layer من الفر اللي هو من الفرو. تمام? وهذا الفرو مش بس موجود على جسمه حكينا. include the souls of its field في باطن القدم. فبيساعده هذا الحكي تسوم انه يسبح وياخد راحته ما عندنا مشاكل. طي. تحت هذا الجلد تاعه في عنده. the skin is black. يعني تحت الفرو الجلد شلونه اسود. طب ليش لونه اسود يا استاذ? to absorb ليمطص دهيت الحرارة. غير هيك. هو سباح ماهر. هذا الbears. تمام? excellent swimmers. هم سباحين ماهرين. تمام? عشان هو بده يسبح والجو بارد. فيه شغلة مميزة موجودة عنده. the nostrils اللي هو فتحات الانفي كلوز بتسكن لما بيسبح تحت المي وبين هدولا القطع الجلدية التي تطفو على سطح البحر. من اجل to find للبحث to look for seals للفقمات لانه هذا يعتبر الفيفورت فود الو الطعام المفضل. يعني زي ما تقولوا استفدنا من القطع والله انها القطع حلوة. اخدنا معلومات على الحياة البريه في القطب الشمالي. طب هو القطب الجنوب يا استاذ. يلا تعالوا نشوف القطب الجنوبي. هذا الجزء اللي صغير خلص خلص خلصت الفقرة بعدها منبلش انوياكم في المعاني هاي الفقرة ونشوف حالنا فاهمين او مش فاهمين او اذا امورنا تمام او مش تمام. اوكي. بقول لك unlike the polar bears. بعكس الدب القطبي. penguins. اذا عن مين نحكي هسا استاذ? عن البطاريق. عن البطاريق. طيب ما لها البطاريق? left in the antartica. عايشة في القطب مش الشمالي. القطب الجنوبي. شو معنى جنوبي بالانجليز يعني south bull في القطب الجنوبي. تمام. penguins. keep warm. تعالوا نشوف كيف هذا البطاريق يحافظ على warm على الدفئ. انو يظلوا دافئ. with thick skin. هذا البطاريق عنده جلد thick. جلد سميك. تمام. طبقة الجلد تعيته سميكة. تمام. and lots of fat والكثير من الدهون. فات معناها الدهون. under the skin لو تحت الجلد. يعني زي ما تلاقوا او هي كتفهموا شو الفكرة. الدب عنده دهون طبقة آآ سميكة من الدهون. طب والبطاريق عنده طبقة سميكة من الدهون. كوي آآ صاد اللي احنا استوعبناه. صح? اما الدب في عنده فروة. طب والبطاريق. تعالوا نشوف. البطاريق ما عنده فروة. البطاريق عصفور. يعني عنده ريش. بس مش ريش عادي. ايوة. تعالوا نشوف. بقول لي. penguins have dark colored. هذا البطاريق هو لونه اسود. اللون تير اكيد شفتوا بطاريق انتو قبل شوية عصورة. لونه اسود. آآ آآ فيدرز. فيدرز معناها ريش. اذن الريش اللي 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 موجود عالبطاريق شو لونه اسود. طب حضاك جلده اسود. هاض الريش اسود. في مطوع بعمل عملية مقارنة بين الحيوانات العيشة بالشمال والحيوانات العيشة ايه؟ بالجنوب. طيب كمل. صد في فرق بين الشمالي والجنوب التنين مهم باردات. بقول لك اوكي تمام. توقعاتي الشمالي ما فيه نسبة شمس عالي. الجنوبي ممكن يكون فيه نسبة شمس عالي. انا ما بعرف يعني. انا مش مش خبير آآ آآ اقطاب ويك. يلا كامل معي. طيب بقول لك ويتش ومن خلال هذا الريش اللي. اني بلاك. ان دير باك على ظهره. يعني الريش الاسود اللي على ظهره. من خلال هذا الريش زي ما بيحكوا. ابزورب يمطص هاي فوادو. يمطص ذهيت الحرارة. اذا لو حطوا الدب ايش اللي بيمطص الحرارة الجلدي الاسود. طب هادا ايش اللي بيمطص الحرارة الريش الاسود. فميزتوا بناتهم جميل. كامل. يعني عاملين عملية كومبير. شو منا كومبير مقارنة. اوكي. تو ابزورب دا سن. تو كيب ذيم لابقاء ذيم لابقاؤهم. عن مين احنا بنحكي? عالبطريق. آآ من اجل انه نخليهم دافئة. من اجل ان تخلي هذه الحيوانات شو ما لها دافئة. استوعبنا. محلم. كامل. لايك بولر بيرز. زي الدب. ها بيقارن لك بيقول لك زي الدب. هم عبارة عن سباحين ماهرين. اذا اذا الدب سباح ماهر والبطريق سباح ماهر. اوكي. ذي هم. مين هم البنغونز البطريق. تمام? هاو وبد فيت. ركز في كلمة وبد فيت. عندهم غشاء. بالفيت في الاقدام. تمام? شو معنا وبد فيت. يعني اقدامهم فيها غشاء. بتغطي بين الاقدام. يعني زي العصفور. زي الجاجة اللي حكينا عنه باول فيديو. تمام? اند استريم لايند باديز. واجسامهم. شو ما انا استريم لايند? اكتب عندك انسيابية. استريم لايند. هادي الاجسام شو ما لها انسيابية. يعني طبيعي الجسم البطريق بخليه يصبحوا يروحوا يجهكم. تمام? وباورفول. وقوي. جسمه قوي. آآ يعني مش مش حيوان عادي. آآ. حيوان برو. برو خمسطعش. برو وكده. وسباحة سريعة. يعني زي ما تقوله البطريق عامل حاله غزال ولكن في 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 المناطق القطبية. عشان ما ينمسكش. طيب. بدين شو بقول لك? عنده ضايت. نظام غذائي. ما اقول لك ضايت مش انه يعني هو. بس هالصبح بوكله منغوشي وزيته زعتر. لا نظام يعني طبيعة الاكل اللي هو ايش? اكله. طب احنا عرفنا انه الدب. بتغدى على اللي هو ايش? الفقمات. ولو صح له بطريق ينقرش عليه ما عنده مشكلة. ايه المهم? طب البطريقة ايش بتغدى? شو بتعشش? وبيفطر يا جماعة الخير? اوكي. بشكل عام دي. اذا لاحظتوا اكم دي صورة محدد واحدة? تنتين تلاتة? كلها بتقود على البينغوينز. مين هم? البطريق. بتقود على البينغوينز اللي هو ايش? البطريق بشكل عام. يلا كاملوا معي. نرجع لموضوعنا. بعدين بقول لي دي. اذا شو اكل البطريق هو عبارة عن فش سمك صغير متنوع. حسب مرة بده سمك سردين. مرة بده سمك الفيسيخ. مرة بعرفش الفيسيخ في المصري هاي. مرة بده سمك اه شو بسموه? ولا ما بعرف انواع سمك. انا بعرف سمكة مثلا السردين. سمكة الا شو في انواع سمك? والله بنعارف. المهم راح مبالي. حطوا شو في انواع سمك بهالتعليقات بارك تعلمنا منكم. المهم. فاكلوا السمك الصغير المتنوع. اذا لاحظتم عمل مقارن بين البطريق والدب. هسا الفريق بين البطريق والدب. انه البطريق عنده ريش. ريش اسود. والدب عنده فرو. فرو لونه ابيض. طيب. الدب جلده اسود. والبطريق ريشه اسود. طبعا شو هدف اللون الاسود? انتم بتعرفوا. اللون الاسود بمتص اياش? الحرارة. بشكل عام. طيب. اذا هيك احنا استوعبنا القطع بطريقة ممتازة اياش? جدا جدا جدا. طيب. هس انا ما راح احلم معاكو هذا السؤال. خلولي هذا السؤال شوي. انا وياكو بدنا ننتقل لتمرين اخر. بدنا انا وياكو ننتقل لتمرين. تمام? قبل ما نفوت على اسئلة القطعة. اساسي نشوف حالنا استوعبنا. يخيمنا شو بيحكو استاذ محمد ولا لا. تعالوا نشوف كيف. يلا. روح لي في كتاب الاكتيفتي النشاطات بيج ثيرتي وين صفحة واحد وثلاثين. ونشوف اذا انت متذكر هاي الكلمات ولا لا. يلا. تعال نعملك الرفلش للذاكرة. هس ما بقول لك ايس. هتقول لي ايس واحدة من تنتين. يا ايس بيرغ اللي هو الجبل الجليدي. يا بتقول لي مثلا ايس فلو. يا الجليد اللي دي يطفو على سطح البحر. مظبوط طيب. لما اقول لك ستريم. حسب القطع اخدنا ستريم لايند انسيابي. اللي هو البطريق. جسمه شو معلو انسيابي. طيب. وهي ايس كمان مرة. وايلد. احنا نحكي في قطعتنا عن الحياة البرية. طيب. سنو. الثلج. شو بدنا من سنو. او والله ممكن انا اطلع رحلة على الاقطاب. ولاقي انه هناك في سنو ستورم. اللي هو عاصفي شمالها ثلجي. يعني لو اجاك في الامتحان. قال لك اربط لي هاي الكلمات بالكلمات التحت. واعطينا عليهم فكرة من القطع سبيل المثال. باجه بقول له يلا. انا في عندي الاولى. ايس. تمام. بيرغ. شو بيصير معناها يلا. جبل. من الجليد. جبل الجليدي. من الجليد. كم المي. ممكن اجي اقول له ايس. فلو. يلا جليد يطفو. يطفو على سطح البحر. جميل. نجرب واحدة تانية. يلا ستريم لايند. شو منه ستريم لايند انسيابي. اذا انت داما لما تدوس القطع ركز على الكلمات المهمة بالقطع. لانه استادك اكيد رح يجي يسألك بهالي الكلمات في تمرين اسمه املأ الفراغ. يعني عشان تصير منه شاطر القطع وشاطر معاين. عشان تقدر تكتب وتكون امورك كويس. طيب. تعالوا علي بعدها. هاي خلص. جوابناها ما احنا هاي وهاي جوابناها. خلص. يلا تعالوا على شو معنى بري. فشو بعدها بقول يلا. شو بيصير معناها يلا. حياة بري. كويس. هذا اللي فهمناه بالقطع. لبعدها. شو بتيجي بتقول لي هون يلا. عاصفة. اذا هيك احنا لقينا حالنا اه والله متذكرين الكلمات. امورنا كويس. طبعا هو بده منك التمرين. اللي هو اه جوين دا ووردز. يعني اعمل عملية طلبة بين هاي الكلمات او املأ الفراغ. اوكي. وبعد ياما بقول لك رايت ان يور اون سنتنس يوزين دا ووردز ان دا اكسرسايز. فانت بقول لك خد هاي الكلمات وعمل الجملة. طبعا احنا ممكن ناخد جملة القطعة ما في مشكلة. طيب. هذا بالنسبة لهذا التمرين. اوكي. ماشي. جميل جدا. خلينا بس اكد. اذا فيه تمرين ناقص من قبل. يلا. هذا التمرين الاول. هسا فيه التمرين اللي بعده. تمام. اللي هو اه اه وان راحت. مش هادا التمرين اللي بدي يا انا. يلا. نجع هادا التمرين. نشوف الكلمات الدرسناها. كيفنا نستفيد منها هاسا. تمام? يعني انا هاسا مركز على المعاني. قبل ما افوط على السلطة القطعة. بتتأكد انه من معانيك تمام. اوكي. يلا. هسا فات. خلص. اعرفتنا استاذ انه اليوم معناها دهون. فات. شو معناها دهون. طي. هاي جديدة. معناها زعانف. زعانف. زعانف تعيت تعرفوها السمكة هاي. اه زعانف. كويس. مجمد. وغير هيك انتو بتعرفو. انه فريز فروز فروز فروز. فريز فروز فروز. صح. في فيلم اسمه فروز حتى. تمام. بنكونز اللي هو بطريق. بطريق. تمام. نوستريل. نوستريل. لو حكينا عنه فتحة الانف. فتحة الانف. جميل جدا. اللي بعدها ستريم لايند. حكينا انا قبله شوي. انسيابي. 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 تمام. وبدء معناها غشاء. موجود بين الاصابع. غشاء بين الاصابع. هسا ليش انا بدي افوت على هاي الفقرة قبل محل الاسئلة. لان احنا جبنا سيرة الدب. وجبنا سيرة البطريق. طب والفقمة ما شرحنا عنها الفقمة. مع انه جابوا سيرتها بالقطع. صح؟ كويس. هاي الفقرة راح تجيب لك سيرة اللي هو آآ هاي. حتى التمرين شو بقول لك. احكي لي عن الفقمات. اشرح لي عن الفقمات. يعني هاي الفقرة بتشرح لك عن الفقمات. فزي ما تقول ممكن الاستاذ في المدرسة يجيب لك هاي الفقرة ويعمل لك عليها السيلة وما تجيب شها ديك الفقرة. فانت بتكون جاهز للثلاث انواع من هذول الانيمالز. لانو بنحكي عن الويد لايف. انيمالز. حياة اياش? البرية او الحيوانات البرية. يلا. المهم. نيجي مع بعض نشوفش قصة هاي الفقمة. ليوبارت سي. طبعا هون ما راح نترجم كثير بس بدنا الكلمات المهمة. الفقمات النمرية بسموها. النمرية. هيك بسموها نمر البحر الى اخره. اوكي. are the largest of the true antarctica seals. اذا هي وين عايشة? شو يعني انتارتكا يا استاذ? في القطب ايش? الجنوبي. اذا عايش مع البطاريق. في القطب الجنوبي. اوكي. كامل معي. they can grow to over three meters. تخيل قديش ينمو لثلاث امتار. يعني ثلاث امتار. يعني قد القول هذا اللي بتشوفوه في الملعب في المبريات. تقريبا ثلاث امتار وشوي. او. and weight and average of five hundred forty كيلو جرام. طلعه قديش وزنه? خمسمية واربين كيلو جرام. يعني جيب بني آدم. اذا كان وزنه ميتة جرام. جيب خبس بني آدمين. يعني تخيل الفقمي توقع علينا. بس يعطيك العافة. بنودع. منظلنا طلعين فوق. طيب. بقول لك. they are usually found on the pack ice. وما عادة بقوله على الكتل الثلجية. يعني بتلاقي هيك زي جبل صغير هيك قاعد عليها الفقمي وبتشمس. يعطيك العافة معلم اهلين هلا كده اوكي. but they all spend a lot of their time around the breeding grounds. بروحوا هدولا الفقمات على المناطق اللي بيصير فيها تكاثر. آه بيصير فيها تكاثر. تكاثر ايش هستم نشوف. آه. and their main food. بروحوا هم دايما بتلاقيهم قاعدين في المناطق اللي بيصير فيها تكاثر. والذي يعتبر رفوض طعام لالهم. شو طعام الفقمي دي يكون? معقول الفقمي تتغدى على الدب. لا تزبط ايش. شو في هيك حيوان جبنا سيرتو احنا ممكن الفقمي توكلها. حتقول لي البطريق. آه فبتيجي بتقول لي اجابة رقم واحد اللي هو ايش البطريق. هاي رقم واحد. البطاريق. اذا هم دايه رفوض هم الطعام تاهم. بالله يتقنيد الفيلم مع بعض. الدب دوب اخونا بالله شو غدا كان? لهو الفقمي. حلو. طيب الفقمي شو غداها? البطريق. طب البطريق اللي مسخمت عمين دي تغدى? ع السمك. فهمتوا كيف دورة نظام القطب الشمالي والجنوبي? ايوة تمام. وصلت. طب ليش ما الدب بيتغدى على البطريق ما احنا اتفقنا الدبابة فوق في الشمال والفقمات والفقمات يس والبطاريق ما موجودات في الجنوب. ايه هيك يعني. اه فمرات الفقمي يعني بتطلع بالغلط عند الدبابة بلقطها بغض النظر. انا مش كثير خبير في عالم الحيوانات ولكن عم بحاول وصل لك الفكرة يا ريت انها وصلت. يا ريت. المهم. اذا الاولى خلصنا منها. يقطينا العافية. تعالوا نشوف كمان واحدة. بقول لك ذير سموث سموث انسيابي سموث هيك يعني فيه انسيابية. فلات مسطح باديز اجسام خلاص بيّن انه بده جسمه. جسمه شو نوعه هذا الفقمي? هل جسمه دهون؟ لا. هل جسمه فليبرز زعانف؟ لا. هل جسمه فروزن؟ لا. هل جسمه نوستري الفتحة أنف؟ لا. هل جسمه انسيابي طبعا ههو زي السمكة انسيابية. اهه فبقaje بقوله ستريم لين. يلا ستريم لين بوديز. ستريم ستريم. ستريم. لين بوديز. اشسامه سموث انسيابية. اشسامهم شمالها انسيابية. جميل جدا. طيب. هم بيحافظوا على الدفئ على الطقس الدافئ على جسمهم فيها فراغين في الطالب لما يشوف فراغين بخيف وكمل بطبقة سميكة طبقة شو ما لها سميكة تحت جلدهم طيب ركز معي حسنا لو قلت لك اوصف لي انتارتكا اكيد درسوكم في المدارس ان الاسماء بدها صفتها هاي منطقة اللي هو القطب الجنوبي شو ما قالوا القطب الجنوبي هون شو وضعوا من هدول الكريمات حتيجة تقول لي القطب الجنوبي فروزن انا بعرف انه مجمد فباجب اقول لك يلا مثل الفقمات الاخرى هاي الفقم النمرية بحافظوا على الدفئ في القطب الجنوبي المتجمد ظبطا تعالى نجرب كمان اللي بعدها طبقة سميكة طبقة سميكة من طب هو ايش اللي بحافظ على الدفئ تاها في ايش تحت الاسكن تحت الجلد شو بقول له هنا ايش الموجود بتقول لي فات شو منها فات الدهون اذا في طبق الدهون موجودة تحت الجلد تاهم كيف يستوعبين انجليزي وفاهمين والامور حلوة يلا كمل كمل they have wide flat flat مسطح that they use like arms يعني هي زي الذراع لإلهم تعتبر هاي مفتاح الحل to help them to swim عشان تساعدهم في السباحة ايش الاشي اللي بيستخدموه بيساعدهم على السباحة شو بتقول لي الله flippers شو منها flippers اللي هي الزعانف اذا باجي بقول لي هون flat flippers اللي هي زعانف افلات مسطحة مسطحة وان راحات يلا مسطحة تمام هاي الزعانف مسطحة بتخلي يسبح زي السمكة تمام more powerfully بشكل اقوى طيب the bones شونا bones العظام on these body parts are very long عظامها طويلة تمام and the skin between them والجلد اللي موجود بين هاي اللي عظام عظامهم تمام في اشي موجود بين قبل شوية اللي اشرحنا لكم اياها والدليل like the feet of bird مثل قدم الطائر زي البطريق قبل شوية حكينا عنه في قدمه بين اصابعه في اشي هيكا زي جلد موجود شو منسمي هذا الجلد اللي هون باجي بقول له وبد غشاء بين الاصابع اذا باجي بقول له and the skin between them is وبد وبد like هذا الجلد هو وبد زي غشاء like the feet of the bird مثل القدم اياش اللي هو البطريق وهذا هو الفقمة بشكل عام يا جماعة الخير يعني زي ما تقولوا بحصة اليوم انو ياكو اه شو سوينا يا استاذ درسنا القطعة درسنا معنيها طب شو ضل بدنا بدنا نحل اياش اسئلتها طيب راكزوا مايش شوي نرجع الى هون على الصفحة اللي موجودة هون حسا للامانة وانا في عندكو اسئلة محترمة وكويسة يعني في عدد من الاسئلة ممتاز تمام شو فينا هاي الاسئلة اللي موجودة قدامكو هون كويس زائد المقولة اللي موجودة هون يعني راح ينزل فيديو ثاني اللي هو بسموه حل اسئلة القطعة الاولى زائد اللي هو خلني حكي المقولة اللي موجودة هون عشان مايكون الحصة طويلة بالاضافة الى هذا التمرين اللي برونامسي ايش اللي موجود قدامكو راح يكون الفيديو اياش لحال اذا احنا اللي شرحنا اليوم افهمنا القطعة ومعانيها ضل علينا بالحصة الجاي انحل الاسئلة بعد من انت تكون درستها ولا خصتها ويريدت يكون عندك دفتر معاني وتكون استفدت من هالحصة اذا انت استفدت وعجبك الشرح وامورك تمام اعمل سبسكرايب للقناة وانشر الحصة وقول لطلابك لطلابك قل لها زملائك تمام انه تعالوا بديو السلام محمد عم يشرحنا في المادية يلا خليني تجمع ونفوت على الجروبات وتكون امور شمالها ايه كويسي بتمنى انها كانت حصة حلوة انا صراحا مبسطت فيها بعرفش عنكو انا صراحا مبسطت في معلومات هنا قيمة انا نفسي كمان استفدت منها لقيت حالي انه انا ممكن اخر السنة بس اخلو الاستدريس ان اروح القطب الشمالي والجنوبي وعرفت عمل مع هدول الانيمالز الاحيوانات وتمنى انها كانت حصة فخمة ورائعة ومذهلة جدا وإلى اللقاء